موسيقى اللي قاعد يصير للمرشح على الانتخابات الرئاسية العيش الزمال وخاصة بعد قبول بصفة نهائية وصدور اسمه في الرايد الرسمي من قبل الانتخابات هي عملية تنكيل عملية تشويه لأكثر والأقل باعتبار عن النظام السياسي القائم حاليا رضى للعمل السياسي رضى لكل المترشحين وباعتبار وكونه معنتها فما من يعتقدوا أن العمل السياسي النظيف والنزيه هو حكرا على بعض الأشخاص دون غيرها القضايا المنشورة ضد المرشح الرئاسي العيش الزمال هي في حدود ثلاثين قضية يعني ثلاثين شخص ثلاثين شخص على جملة 14 ألف تزكية قام بتجميح المرشح ثلاثين شخص هذوما قدموا للهيئة الانتخابات واعترضوا على ورود اسمهم كمزكين للعيش الزمال والحقيقة معناتها تتوى حتى التوانسة وما اختلفوش اثنين في الموضوع هذيه وكونه نظام التزكيات بصفة عامة كمنظومة قانونية وكوسيلة انتخابية هي منظومة هي حق أريدها بهيباتل معنتها المضاءات والتزكيات هذية غير محمية لا بتوقيع رسمي معنتها معرف عليه بالانضاء ولا بحماية إلكترونية يعني هي ضغط في آخر المطاف بالشكل هذي متناجم تكون كان مصيدة وكانت متناجم تكون كان فخ ونجم ونستعملوها معنا نجي نزكي تتوى لسبب سياسي أو لآخر نجيك وخدوه وقولك ما زكيتكش وإلا نجم نبتزك ماليا وقولك أنا راني ما زكيتكش راني أنت أنا زكيتك ولكن أنا أعطيني فلوس مش مقوم مش 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 نعترض على التزكية وبالطبيعة الحال الهيئة العلية المستقلة للانتخابات تثبت في هيئة الاعتراضات ولو معناتها بأقل مجهود ممكن تتحيل مباشرة الملف على النيابة العمومية النيابة العمومية بتبيعة الحال في الظرف الرهن هذي معناتها هي قع معناتها زج بها في نزاع انتخابي بامتياز ومش هذي الكلم اللي قلته أنا قلته معناتها الجامعية تنصي القضاة اللي في بيانها لازدر مؤخرا تقول وكونه زج وقع الزج بالقضاة في نزاع انتخابي مية بالمية دوك هذي هالمسار هذي اللي خدينيها العدل والقضاة اللي من المفروض العيش الزمال يكون بين الجهات ويكون بحملته فإن إلا أنه معنا القينر وإحنا كمناصرين وكهيئة انتخابات كلجنة انتخابات وكفريق قانوني القينر وإحنا من مركز لمركز حرس أمن من جندوبة لسليانة للكيف للمساس ما للقروان دوك رحلة مكوكية وحملة تحقيقية وعدلية بانتياز نحن نتمنى وهو يخرج بالطبيعة كمرشحة ماذا بينا يكون ما بين أهله وأنصاره وفريق حملة وانتخابات ولكن حبا أكد الحاجة قانونية مهمة للرأي العام وكونه اللي يتعرض له العيش الزمالي اليوم فيما يتعلق بالقضايا والتتبعات العدلية لا علاقة لها بصفته كمترشح العيش الزمالي اليوم وهو مترشح نهائي وباتل الانتخابات الرئاسية الفرق الوحيد هل أنه بش يعمل حملته بصفة طبيعية حر طليق ولا بش عده حملته من وراء القضبان أحنا أنه بش عده حملته من وراء القضبان هذه السيناريو كنا محظرين له ومعنتها فهمة فريق الحمل الانتخابي وخاصة فهمة 14 ألف موزكي من كابل توراب الجمهورية اللي بش يكونوا هما اللي بش يكونوا هما الحملة خاصة أنه المرشحة تعني العيش الزمال في بيانه الانتخاب وفي رؤيته للحمل الانتخابي هو يعتبرها حملة مواطنية بامتياز أكيد لا لأن المناخ حتى مش بين المترشحين فقط هو المناخ العام للبلاد مناخ مؤسسات الدولة مناخ وضعية المجتمع المدني مكتعرف عند توقع حرمان زوز أكبر منظمات اللي مختصة في الانتخابات وفي المراقبة وناشتين في المجتمع المدني هما مراقبون وإيواتش وقع منهم رسميا معناتها من موكبة الانتخابات ما فهمش محكمة دستورية ما فهم حتى هيئة رقبية صراع بين ظفرين ما بين المحكمة الإدارية وما بين هيئة الانتخابات البرلمان غائب غائب تماما شوقعة قاعدة المؤسسة القضائية العدلية جوديبيان هي توفي في فهوة البركان أكيد هذا منجم يعطيه يؤدي النتيجة أنه المناخ العام غير سليم بالمرة وهذا أعنى أعلى كمعنتها تفريق الحمل الانتخابيين حملوا المسؤولية الأولى وأخيراً وأولاً وأخيراً للقائمين على السلطة والذين دعوه للانتخابات أولاً ساعة فما رغبة المترشحة لبش يكمل السباق وإحنا نحترم ورغبته وإحنا وقت دعوتنا بش نلتحكم الحمل الانتخابي للمرشحة يجزمال فما حد أدنى إن نحترم ورغبته في الترشحة يمكن نخفو معاها وممكن منطقة الاستشارة وننصح كده في بعض المسائل ولكن طبق السياسة العام والبرنامج العام ملكاً للمترشح هو المترشح يحب يكمل رحلته يحب يكمل الغمارة الحاملة الانتخابية حتى ولو من داخل السلطة الثانيين فيما يتعلق بالمقاطعة وظهور للرأي العام بديه تبدل شوية عندما تقاطع الانتخابات التشريعية حاجة ممكنة ومعقولة تقاطع الاستشارة الوطنية حاجة معقولة تقاطع استفتاء الدستور حاجة معقولة ولكن الانتخابات الرئاسية بالنظام الحالي اللي هو على رأس كل هاته المؤسسات واللي هو الحاكم بمفرده هو المسؤول على الوضع السياسي المتردي اليوم ما عندكش حل آخر أن قلب المعادلة وقلب الصفحة عن طريق الصندوق ما عندك حتى حل آخر المقاطعة ما هو المقاطعة المقاطعة ما هوش بتقلق منها حد بخمسة بالمئة مشاركة ولا بواحد بالمئة ولا بشرين بالمئة هذاك الصندوق وهذاك حتى على مستوى المعايير دولية هذاك بشيقولوا روالانتخابات في تونس صارت بتاريخة سليمة ومشي نكملوا الخمسة السين خمسة السين أخرين والله هو على مشروع خمسة السين أخرين وذوم يستنوا فينا أما اللي حاب يقلب الصفحة ويحاب مرحلة جديدة ويحاب يكتب تاريخ تونس معناته مرحلة جديدة من تاريخ تونس معليه كان يحط يده يشارك بالحملة الانتخابية ديه وتغيير من هم على رأس السلطة للتوضيح والتاريخ المرشح لعيش الزمال جاء للعالم السياسي في 2019 ثم استقال من تحية تونس بعد ثلاثة شهر ثم دعا رئيس الجمهورية وذي يموثق في التصريحات يلا إعادة الانتخابات وقلم البرلمان هذا على شكله القائم لا يمكنه أن يستمر دوك العيش الزمال البرلماني والنائب الوحيد في الفيلم قبل 15 جويل من دعاء الرئيس قيسعيد لإجار الانتخابات تشريعية جديدة بالنسبة لإحياء مسائل تحية الماضي هذا غير صحيح يعني لما مش ممكن صحيح تعدينا بفترة صعيبة لكن يمكن يقوله الانتقال الديموقراتي وشهو يطلب وديما نقوله وإحنا كسيئسيين وكمجتمع مدني المرحلة ما زالت صعيبة وفيها برشا انحرافات وبرشا أخطاء ولكن أنه نوصل إلى ترذيل العمل السياسي برمته هذا غير مقبول ما فيماش مجتمع مزدهر ومتطور وما فيش حسي حياة سياسية متطورة وحياة ثقافية متطورة مستحيل إحنا في بعد 25 جويل للأمانة معنتها عشنا وليوم قد نعيش في تصريحات نارية ضد المجتمع المدني ضد الأحزاب ضد المنظمات الوطنية معنى لم يسلم أحد وهذا غير معقول هكا عليش اليوم الورع في البلاد على الأم هو عليه اليوم وهكا عليش في أول حاجة في البرنامج السياسي للمرشع لعيش الزمال هو قلب الصفحة ونعيش ومرحلة جديدة من تاريخ تونس ترجمة نانسي قنقر